منذ دخوله حيز التنفيذ في حزيران من عام 2020 وقانون قيصر الأمريكي يثير الجدل بشأن تطبيقه واستثناءاته ومدى قدرته الفعلية على تحقيق الغرض منه وهو معاقبة شخصيات نظام الأسد وكياناته وكل من يتعامل معه واليوم يطرح مشرعون أمريكيون مسودة قرار أمام الكونغرس الأمريكي يشمل إضافة تعديلات على قانون قيصر لتعريف ما سمي مفهوم الصفقة الكبيرة فبحسب مدير برنامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر فإن المقترحة المقدمة للكونغرس سيغطي أي معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدم دعما ماديا لحكومة النظام سواء من قبل أفراد أو شركات ومن المفترض أن يصدق مجلسان نواب والشيوخ على مسودة القرار ليصبح نافذا وذلك لكون قيصر جزءا من قانون الدفاع الأمريكي أجارة القريبة لبنان والتي تتحضر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا ستتلقى أولى ارتدادات تعديل قيصر حيث ستتعطل بموجبها صفقتها التي أبرمتها مع مصر منذ ثلاثة أشهر وهذا ما أكده تشارلز ليستر الذي أشار عبر تغريدة على تويتر إلى أن التعديل من شأنه أن يقتل صفقة الطاقة اللبنانية قانون قيصر قد لا يفضي إلى خنق نظام الأسد أو إسقاطه ولكنه قد يربك بشكل أو بآخر ويقيد جيران دمشق المأزومين في الوقت الذي ينادون به العالم لإعادة تعويم الأسد في تناقض سياسي غير مفهوم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة